أثابكم الله فضيلة الشيخ قل السائل كنت في بعد عن الله وأريد التوجه للاستقامة ولكني أجد المصاعب فلا رفيق يعين ولا أهل فما وصيتكم لي أثابكم الله أصيك نفسي بتقوى الله عز وجل وأن تعلم أن الأعمار بيد الله وأن الإنسان لا يأمن أن تأتيه منية بين عشية وضحاة أصيك أن تنجو بنفسك وأن تنيب إلى ربك وأن لا تذالي بصديق ولا بحبيب ولا بقريب من الذي قال إن الهداية تفتقر إلى أحد يكون معك هل يضرك إذا كان الله معك ألا يكون معك أحد قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي معك ربك لمن تنيب تنيب إلى الحياة تنيب إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين من بيده حياتك وموتك وغناك وفقرك وذلك وعزك ومهانتك وكرامة بيردي كل شيء سبحانه وتعالى أتخشى إذا اهتديت؟ أتخشى إذا التزمت؟ إذا كنت تعيش الآن ما تعيشه من هذه النعمة وأن تعصي الله عز وجل فكيف إذا أطعت الله عز وجل؟ لا يسؤلنك بالله فوالله لأن أطعته وأحببته لجعل لك من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا ولو كنت الوحيد في أهلك وعسرتك وعشيرتك وقومك فإن الله سيؤنس وحشتك وسيقوي قلبك وسيثبتك بتثبيته سبحانه وتعالى لا تباري وعليك أن تقبل على الباري وأن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل وما يدريك فلعل الذي تراه ننحولك من العصات والمذنبين من الأقربين لعل الله أن يهديهم على يدك ألم تعلم أن هذا الدين كان في ظلة كهف وغار نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وانظر كيف ساد به الدنيا وأصبح اسمه في الأفاق أشهد أن لا إله إلا الله يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هذا دين الله والرحمة بيد الله والعزة من الله والكرامة من الله فأقبل على ربك ما خلقت إلا لهذا خلقت لتعبد الله فإياك أن تستوحش وإياك أن تستقل نفسك وإياك أن تحتقل نفسك بطاعة الله عز وجل أبدا بل اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرفعك من الضعة ويعزك من الدلة ويكرمك من المهانة ويجعل لك خالفا وعوضا منه سبحانه وتعالى وهو خير الخالفين سبحانه وتعالى من يخلف ويخلف على العبد بكل خير في دينه ودمياه وآخرة فأبشر بكل خير من الله إبراهيم عليه السلام وقف على قومي كلهم من الأقربين والأبعدين ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله فعاداه الناس عن بكرة أبيها كلهم ضده وآخر ما يكون أن يجتمعوا لقتله وهلاكه وتوقد النار نصرا للآله والشرك وعبوديت غير الله عز وجل ويرمى في هذه النار وهو كامل الإيمان كامل الإيقان في العظيم الرحمن وقال كلمته حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تأمل أولا خرج من أرضه فقال إني مهاجر إلى ربي سيهديه خرج من أرض أبيه وقومه وعشيرتي فأبدله الله الأرض المقدسة أرضا أطيب من أرضه وأبرك من أرضه ثم أبدله الله عز وجل فجعل ذريته في البيت الحرام انظر كيف خلف اللهنا في الأرض ثم بعد ذلك جعل له لسان صدق في الآخرين وأعطاه وجعل ذرية في ذريته النبوة والكتاب كله خلف من الله خلف للموحدين والمطيعين إياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بذلة وإياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بضعف وخور ولو أن العالم كله والفتن أحاطت بالناس فاعلم أنك أعز الناس بالله وأنهم إذا استغنوا بالدنيا فإنك أغنى ما تكون بالله وأنهم إذا استعزوا بمعصية الله فإنك أعز ما تكون بطاعة الله عز وجل لا تشعر بالضعف هذا الخور وهذا الانهزام والإنسان بالمجرد أن تأتي فتن ومحن ينتنع من التوبة أو يكون على طاعة ثم ينتكس كلا والله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا والله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع عباده المتقين بل هو سبحانه وأرحم الراحمين ألطف ما يكون بهم وهو سبحانه يدبر لهم ويكيد لهم ويحفظهم سبحانه وتعالى ويكلأهم فكن معهم ولا تكن مع غيرهم أبشر بكل خير وأقضل على الطاعة والانتزام ولا عليك من الأقربين والأبعدين ومن أناد إلى ربه فهو من المفلحين نسى الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يثبت طاعتنا أن يثبتنا على طاعته نسى الله بعزة وجلاله أن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته اللهم اهدنا هداية الأبرار واسبتنا سبيل الأخيار والطفنا في الليل والنهار وحشرنا في زمرة المصطفين الأطهار يا أرحم الراحمين يا من أنت الله الواحد القهار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب